سوف تربط اللسانة الى الابد اذا كان هاد الزوج متسلط عنيد بهذه الوصفة سوف تربط اللسانة الى الابد وسوف تجعليك الخاتم في اصبعك يسمع كلمك تحتاج ساطرات تحت خضوعك يعني هو الكلمة كلمتك والشورشورك ثم شوفت تجليبي يعني هي ضرب صفرين في فئان واحد يعني بعس بحجرة واحدة يعني اولا سوف تربط اللسانة اذا كان متسلط عنيد اللسانه متسلط عنيد كلامه جارح ثم تانيا سوف تجلبي وتعليك الخاتم في اصبعكم وهي يجل لكم كل تفكيره كل عقله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ المغربي. الفيديو والوصفة اللي اجاب لكم اليوم هو جلب الحبيب بهذا هو ربط اللسان هو ربط اللسان الزوج المتسلط العنيد. يعني هي وصفتين في وصفة واحدة. هي وصفة ربط اللسان الزوج المتسلط العنيد وجعله لا يتدخل في امورك. ثم يعني جلبيه وجلبيه وتهييجيه لك. يعني درب عصفين بحجرة واحد. يعني سبحان الله. وصفة معجزة وعطيتل كثير من زبونات وجربتل كثير من الزبونات. لهذا قررت اني اشارك معكم. وهي سهلة سهلة جدا. وكل من جلبتها تلاحظ الفرق في مدة قصر. لهذا قررت اني اشارك. يعني سبحان الله ووصفة معجزة. اذا كان هاتي الانسان وهذا الزوج لا يحترمك لا يسمع كلامك كلمته يعني كلمته كلامه يعني جارح. كلامه متسلط. بهذه الوصفة سوف تربيط اللسانه وتجعل لك الخاتف اصبعك. يسمع كلمك. الكلمة تكون الشرشورك. ويحترمك وكلامه يعني يصبح مثل العسل. كلامه يصبح مثل العسل لين. لين القلب. لين التعامل. يعني وبينكم احترام الحب لمودة. ولو يدها فقط للعمل. يأتي في المساء وكل حب. كل مودة كل الشيء. يعني سبحان الله وصفة معجزة. يعطى النتجة في مودة قسرة. وهذه الوصفة السهلة سهلة سهلة جدا. كل ما سنحتاج فيها هو الزنجبيل. الزنجبيل. الزنجبيل ثم ورقة وقلم. ورقة وقلم. ورقة وقلم. قلم اسود. سوف تكتبين مساء ومالعيك الان بالحرف. بالنسبة لهذه الوصفة فاحسن الايام القيام به يوم الاثنين والخميس والسبت. الاثنين والخميس والسبت. اثنين والخميس والسبت. هذه احسن ايام القيام بهذه الوصفة. احسن ايام القيام بهذه الوصفة. بالنسبة لتوقيت في اي توقيت سواء في الصباح في المساء في اي توقيت قمت بها. هذه الوصفة قمت لكم هي وصفة سهلة جدا. اول شيء سوف نقوم بها وانا سنأخذ ورقة وقلم وسنكتب ممليئ عليك الان بالحرف. سوف تكتبين ربط لسانك الى الابد. الى الابد. الى الابد. ثم تعود للسطر وتكتبين. ربط لسانك تسعة وتسعون ربطة. ربط لسانك تسعة وتسعون ربطة. لو تبعد عني تجيك جلطة. ربط لسانك تسعة وتسعين ربطة. لو تبعد عنك تجيك جلطة. يعني ربط لسانك تسع وتسعين ربطة. لو يبعد عنك يجي جلطة. يعني بدونك لو يستطع العيش. يعني أن يكون بدونك لو يستطع البعد عنك. يعني سبحان الله يكون هالإنسان مجلوب لك. تم يربط لسانه مربطة. يعني تسعة وتسعين ربطة ربطة. يعني أموري ولا تغلط ولا غلطة تسمع كلامي وتنفذ أموري ولا تغلط ولا غلطة ثم تعود إلى السطر وتكتبين تشوفني ملكة في عيونك كلامي مثل العسل مثل القشطة يعني يصبح كلامك مثل العسل مثل القشطة سأعيد ربط لسانك 99 ربطة لو تبعد عني تجيك جلطة تسمع كلامي وتنفذ أموري ولا تغلط معي غلطة يعني يسمع كلامك وتنفذ أمورك ولا يغلط معك ولا غلطة تشوفني ملكة في عيونك كلامي مثل العسل مثل القشطة يعني يصبح يشوفك ملكة في عيونه وكلامك مثل العسل مثل القشطة ولا يغلط معك ولا غلطة يعني سبحان الله وصفة معجزة وتعطي نتجة في مدة قصيرة وكل من جربت وكل من قامت بها تلوح الفرق والنتجة في مدة قصيرة ثم سوف نقوم برسم جدول مثل هذا جدول مثل هذا هكذا 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 ثم سوف نكتب الأحراف النارية والأحراف النارية معروفة في عالم الجلب وفي الربط معروفة أنها تهيج وتجلب الإنسان وتربط لسانه وتجعله مثل الخاتم في أصبعك سبحان الله هذه الأحراف النارية معروفة في عالم الجلب لأنها عندها مفعول وتأثيره قوية في مدة قصيرة سوف نكتب الأحراف النارية وهي ألف ها ميم فا شين ذا المعجمة ألف ها ميم فا شين ذا المعجمة ثم تكتبين هنا أنا فلانة بنت فلانة ثم تكتبين هنا هو فلان ابن فلانة ثم تكتبين هنا اسمك واسم أمك ثم تكتبين هو هنا اسمه واسم أمه إذا لم يتفر معك اسم أمه سوف تكتبين مكان اسم أمه هو فلان ابن حواء يعني مكان اسم أمه حواء ثم تأخذين سوف أعيد عليكم ربط لسانك إلى الأبد ربط لسانك 99 ربطة لو تبعد عني تجيك جلطة تسمع كلامي وتنفذ أموله ولا تغلط معي ولا تغلط ولا غلطة تشوفني مالكة في عيونك كلامي مثل العسل مثل القشطة ثم قلنا على الجدول في الأحرف النارية على هذه الطريقة ثم هنا اسمك واسم أمك ثم هنا اسمه واسم أمه إذا لم يتوفر معك اسم أمه سوف تكتبين مكان اسم أمه حواء ثم تأخذين الزنجبيل تأخذين الزنجبيل وتأخذين الزنجبيل وتأخذين الزنجبيل في هذه الوصفة سوف يتربطي اللسان إلى الأبد يعني إذا كان هذا الإنسان كلامه جرح متسلط لا يحترمك لا يقدرك لا يعملك مع عمل جيدة يعني لا يحب عائلتك لا يعطيك الحرية في اللباس في الخروج في التصرف بهذه الوصفة سوف يتربطي اللسان ولو تسافرين ولو يعني تخرجين في أي وقت يدخلين في أي وقت يعني يصبح هذا الإنسان يحترمك ويسمع كلامك كلامك يعني لا كلمة ألا وفق كلمتك يسمح كلامك هو هو يصبح عندك الرأي وعندك الشورى ويصبح يعني تحت سيطرة تحت خلوعك تحت نفوذك يعني سبحان الله وصفه معجزه وتعطي النججة في مدة قصيرة وكل ما قامت بها تلاحظ الفرق والنججة في مدة قصيرة ثم سوف نقوم بالطيئة ترسم هكذا طيئة ترسم هكذا على الطريقة ثم نطوي هكذا ثم نطوي من هذا الاتجاه الآخر هكذا 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 على هالطريق هكذا هكذا ثم نأخذ الفحم نأخذ الفحم ونشعل النار في الفحم جيدا نشعل النار في الفحم جيدا حتى يلتهيب ونضع فوقه هذا التلسم يحترق وكلما احترق التلسم كلما احترق قلبه والشق والحنين والمحبة وكلما ربط لسانه وأصبح هذا الإنسان كلما كان متسلط عنيد يعني كلامه جارح كلما أصبح لين حنون كلامه طيب كلماتك مسموعة ورأي الرأي رأيك والشورشورك يعني سبحان الله وصفه معجزين تعطى نتيجته في مدة قصيرة تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي كالعادة منه التواصل مع عيون العمل الخاص وترك لي رسالة في الواتساب الذي هو هذا الذي هو هذا بين عيونكم بالنسبة لهذا التلسم عندما تنتهين منه يحترق التلسم بالكامل سوف تأخذ ما تبقى منها التلسم من الرماد ومعينة الرماد وفحم وهذا وسوف ترميه في مكان نظيف يعني مكان في الترمى تربار غابة حديقة المهم للمكان ليس أن يكون ليس ناجيس إن ترميه في مكان ناطف ومباشرة عن ترميه يعني سوف تلاحظ الفرق والنججة في مدة قصيرة تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي كالعادة منه التواصل معي أو يريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي هو هذا بين عينكم تحياتي لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله